السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة اليوم رح أشرح لكم أفضل طريقة لزراعة النعناع من خلال التعقيل النعناع ينزرع من خلال التعقيل وينزرع من خلال البذور وينزرع من خلال الجذور لكن الأسهل والأسرع إما نزرع من خلال التعقيل أو نزرع من خلال الجذور شنون يعني نزرع من خلال الجدور يعني اذا كان عندنا نعناع مزروع بقلب سطل او بحوض زريعة نقدر ناخذ جدور من هذا النعناع المزروع عندنا بالسطل او بحوض زريعة ونزرعه بسطل اخر او بحوض اخر لكن اذا ما توفر عندنا نعناع مزروع بالحوض كيف بدنا ناخذ الجدور نقدر نروح على البقالة ونشتري حزمة نعناع ونقطع الاوراق الكبيرة بهذا الشكل عن الحزمة نجردها من الاوراق الكبيرة تماما فقط نترك الاوراق الصغيرة ونقطع عيدان النعناع او اغصان النعناع الى اجزاء بهذا الشكل كل غصن او كل عقلة لازم يكون فيها برعمة مثل ما لكم شايفين ورقتين صغار من الاجناب او من الطراف وبعدين نزرع النعناع بحية لنوع تربة متوفرة عندنا ويفضل نخلط مع التربة شوي من السماد العضوي اللي ما يعرف السماد العضوي يعني مخلفات الابقار او الماعز او الطيور لكن اذا بدك تكثر من السماد العضوي مع التربة انا ما انصحك لذلك اما تحط القليل من السماد العضوي مع التربة وتخلطه او ما تحط بالمرة لانك لو كثرت من السماد العضوي رح تحترق الاغصان لانه رح ترتفع الحرارة بالتربة نزرع الاغصان بهذا الشكل احنا بدنا نزرع الكثير من الاغصان لانه مو كل الاغصان رح يصير فيه شروش قسم من الاغصان بده يعفن لذلك احنا بدنا نكثر من الاغصان مشان اذا عفن غسم يظل عندنا قسم كبير يصير بيه جذور وبالنسبة للثقاية بعد ما نزرع الاغصان نسقي كل يومين او كل ثلث ايام مرة وحدة يعني فقط الرطب التربة ترطيب خفيف لانه كثرة الري تأدي الى عفونة الاغصان او العقل او الاغلام بعد زراعة الاقلام كليا بعدين نجيب ملعقة من الكبريت هذا الكبريت يرشونه على البندورة مشان ما تدود انتم كلكم تعرفونه موجود بالصيدليات الزراعية الرش مع العقل بهذا الشكل وبعدين نسقي لانه يمنع الفطريات بد تربة ويبعد الحشرات عن الاغصان وبعد اربع سابيع من زراعة العقل العقل رح يصير بيهن جذور وبعد شهر ونص تقريبا من زراعة العقل صار عدن النعناع بهذا الشكل مثل ما لكم شايفين انتم كل يدكم تقدرون تزرعون بهاي الطريقة ورح تدعون لي ان شاء الله اتمنى منكم تشتركون بالقناة حتى يصلكم المزيد واتمنى تعملون مشاركة حتى يصل الفيديو للجميع كان معاكم اخوكم مروان منصور من قناة اسرار الزراعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته